قبل المقطع يا حبايب أكون فكرة جديدة حبيت أن أطلع بها والذي هو أنه قررت أدعم القنوات طبعا الأشخاص الذين يستهلوا من الدعم يا حبايب الوحد كل من مناعتهم أنتو في اليوم نحن ندعم هذه الليبنية يا حبايب اللي يتقدم حتوكوش خرافي بما تعب عليه من ناحية المونتاج والأفكار فرابطوكم رابطه بالوصف يا حبايب أريدكم كلكم ندخلوا على الرابط بالوصف ونفجروا نقاط ماته بالاشتراك واللايكات أريد أن تشوفكم كلكم هناك يا حبايب بالكومنتاتكم أريد أن تتفجر لا أطلعكم رابط الوصف لتنسوا أن تتابعوها وطبعا يا حبايب أي واحد يتابعها يكتب كومنت هناك عم يتغطر شخص أشوائي ودعمه بالحلقة الجاية الخبر الأول الذي عادنا عن نور مارو بتحكير حسابه بالإنستغرام ولكن الحمد لله الرجوعه بعد 10 دقائق تقريبا هذا نزع على حسابه بالإنستغرام هذا اللي كان يقول به أن حسابه تقفر بسبب الأشخاص اللي يكرهون اللي قاعدين يبلغون على حسابه بالإنستغرام ومن فان ذات الحب اللي قاعدين يبلغون عليه بسبب أنه قاعد يصور وهي عايدة ويطلب من المتابعين أنهما يوقفونه يساعدوه فصراحة أنا شو نتعرأيكم بحركة المتابعين اللي قاعدين يبلغون عليه ما أدري صراحة أكون لحظتكم بالإستورة تشوفوها يا جماعة الخير شوالكم خير الحسابي ما أعرف هلا أطار ورجع طلب تأكيد رأم وما أعرف أشو فهذا من كتر البلاغات فحكى لي نوراس أنه تفاعلوا بالحساب كتير وفوتو حطوا هكيات تعليقاته هيك لحطيه هو وما يرجع يصير هيك شي لأنه هلا مهدد نتغل حاليا لبيسان تيكت وتهجم المتابعين عليها بهذه الفترة خاصة من فصلة عن ببيسان تيكت ولا شيء الغريب اللي قاعدة تسويها فصارت نزعها سبب تيك توك شوية مخاطئ نوعا ما قليلت أدب أو نوعا ما بيها لحظة الضغطات يعني مو حلوة اللي هو متابعيها اللي حبوها ما متعودية عليها بهذا الشكل فهذا صاروها المتابعين صاروا يتهجموا عليها ويقولوها أنه يعني هذا شيء مو حلو وندلستو بايتها صارت تسمون هذا شيء بعد من فصلت عن وسام تيكت ونموح تواكي مو حلو فماذا دلستراح يا حباي بحطت لكم شوية لقطات من الفيديوهات اللي بالتيك توك كتبوا لحباب بالكومنتات هل تستعقذت تهجم التعرضات الأولى ونرى أنها تغيرت بعد من تركت وسام تيكت أو لا وننتقل حاليا لمحمد مار وصول حسابها بالإنستجرام للستمئة ألف متابع فإن شاء الله ألف مبروك أقبل 10 مليون يا رب وطبع لا تنسوا يا حباي بنتبار كلها بالكومنتات على هذا الإنجاز وننتقل حاليا لمريانا وليش صارت تبتي فمريانا نزلت على حسابها بالإنستجرام وهذه السورة اللي كان بي واحد من وتابعين قاعد يسألها شوكي تأخذ مرة بجيتي فصارت تريد عليه أنه صحي هي هواية تبتي باليوتيوب ولكن هذا البتش يكون هو مو حقيقي وانما يعني بتش من الفرح ونصح هي هواية تضحكوا لك من نفس الوقت من تزعل وتنقهها رهية تنفع هي بزيادة وإنه هي ما تبتي على شيء ولا بطعمة يعني وانا مدام يكون السبب يكون يا ما شخصي او ما يكون سبب عائلي وحطت هذه الصورة اللي كان بي تبتي بيها وكاتب عليها من شهر فشي توقع يا حباب بالسبب اللي كان بي خليها تبتي بيها اللي انفصلت عن حبيبها او صار شي بعائلتها ما اندركتبونها بالكومنتاج شونة وقعاتكم وعلي صارت البشي يا حبايف فقام المارهام نزلت الصوري اللي كان بي تبتي بي له هذا السوري نزلتها بنص الليل كان بي نسيتها منتج فيديو باشر ووقعتها قررت ان تروح تبنتج او ما اتنزلكم الفيديو اللي رح يزدلكم اليوم يا حبايب على الساعة بالاربعة ولي رح يكونوا يا عائلة احمد وسالي يا حبايب لاحق المقطع خرافي سوون بي المنسى في الاردني فاكتبون احباب الكومنتاج جامعة حمسين لهذا المقطع ونتقل حاليا الاميرالحسين واشتياقها لمحمد واشنو قالت عليه فنزلت هذه اللي السوري كانت تقول بي لفكرة النصيب بتخوف كتير وبنفس الوقت كتير حلوة يعني تخيل في اشياء بتكون بعيدة عنك ولكن يكون اليك نصيب بها فتأخذها وكمان في اشياء تحاول تحافظ عليها ولكن ما يكون اليك نصيب بها فللأسف تفقدها ولكن دائما الدعوة اللي نقولها ولي هو ان شاء الله يكون نصيبنا حلو ولي تقصد انه حاولت تحافظ على محمد كريم ولكن هو مجام من نصيبها بعد ان نزلت شوية ستوريات شندا اسمع بها اغاني حزينة رابطكم اياها شوفوها قبل ما اتنام موسيقى ففينا يا حباب الكومتال تتوقع ان اميرة ندمت يعني مفروض ترجع على محمد او لا ننتقل حاليا نورسل وكشفه الواي من الحقيق في نزلت هذا اللي ستوريات شندا اسمع المتابعة شنو حابين تشوفون صور معينة واحد من اشخاص طلب من عادتها صورة جوازها فحطت هذا صورة جوازي يا حباب اللي تواضح انه جوازها هي امريكي نوعاتها جواز امريكي وجنسية امريكية مو جنسية عراقية وبعد نزلت هذا اللي ستوريا حباب واحد منهم بطلب محادثة الواساب بانتها فحطت شوية انه هو شنال كويتي فلوغر وامها وبنينه ولكن اكواح من الاشخاص هي خفتها فهو من الخاصة يسألون ان هل هي حبيبها هي في لهذا خفتها فمادر صراح كتبنا احباب بالكومنتات شنو توقعاتكم هذا الموضوع دا سوي هو حبيبها فعليا او دا سوي شوية اكشن وشوية طلع اشياءات عمودي يعني دراما يعني وبصلاح حباب قاموا نختم المقطع الرابط بالوصف مع القناة هاي ارتكم تكون لكم تفجروها من زمان مطالب معتكم تروحون الشخص وتتجروه فالرابط بالوصف ارتكم بكلكم تروح ان تفجروها هذه القناة وباتش منكم فهزة من قناة مبكت القصص مع السلامة اشتركوا في القناة